موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها جوجل تطور تقنية لمحتوى إعلامي يشابه سناب شات تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة تمكن الناشرين من إنشاء محتوى إعلامي مرئي يشابه بطريقته ميزة اكتشف الموجودة ضمن تطبيق سناب شات ويطلق على الميزة الجديدة اسم سامب وسيتم الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل ومن صحيفة الغد الأردنية مشاهدين نطالع منها دردشة جديدة بتطبيق يوتيوب جاء في تفاصيل الخبر أعلنت شركة جوجل إطلاق وظيفة دردشة جديدة في تطبيق يوتيوب الشهير ولكي يتمكن المستخدم من تشغيل وظيفة الترسل الفوري الجديدة فيتعين عليه مشاركة أحد مقاطع الفيديو أولا واخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية علماء فلك يكتشفون كوكبين قابلين للحياة اكتشف علماء فلك بريطانيون كوكبين جديدين قابلين للحياة يقارب حجمهما حجم كوكب الأرض ويقعان على بعد 12 مليون سنة ضوئية من الشمس وأوضح الباحثون أن الكوكبين يدوران حول نجم يسمى توقيتس وهو نجم يقع في مجموعة ستس ويماثل حجم الشمس صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ابتكار هاتف محمول يعمل من دون بطارية ابتكر باحثون أمريكيون نموذجا أولي من هاتف محمول يعمل من دون بطارية ويعتمد الهاتف في تشغيله على تجميع كميات صغيرة من الطاقة من الإشارات اللاسلكية المعروفة بموجات تردد الراديو أو موجات RF ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية أمازون تطلق كتبا صوتية للمساعدة على تهدئة الكلاب كشفت شركة أمازون عن كتب صوتية جديدة مخصصة للكلاب تساعد على تهدئتها وقد تعاونت الشركة الأمريكية مع خبير في سلوك الكلاب لإنتاج هذا المحتوى الصوتي الذي يقوم باستخدام أصوات البشر لسرد القصص للكلاب عند بقائها في المنزل لوحدها